اشتركوا في القناة تعاولون على الدعم السياسي والمالي للاتحاد الأوروبي ما هو المبلغ الذي تطمحون للحصول على منظرة أوروبا؟ هذه الزيارة تهدف أساسا للحصول على الدعم السياسي لإنهاء المفاوضات هذه المفاوضات تتوقف على شرطين رئيسيين وصعبين في نفس الوقت الأول يتعلق بدعم المجتمع الدولي حول كل القرارات التي سنتخذها لإحلال السلام في البلاد وهذا الدعم مهم جدا أما الشرط الثاني فيخص الجانب المالي حيث نسعى لإنشاء صندوق مؤسسات للاتحاد الأوروبي لتمويل المشاريع خلال مرحلة ما بعد الصراع المبلغ لم يحدد بعد أنا لا أبحث حاليا عن التزامات زمنية محددة لهذه الموارد المالية تحدثتم من الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل بضعة أشهر وقلتم إنكم قريبون جدا من التوصل إلى السلام مع منظمة فاركة هل هذا ممكن؟ من المستحيل تنبؤ بهذا لكن آمل أن يتحقق في أقرب وقت ممكن فكلما أسرعنا في إنهاء هذه المفاوضات فإننا سننقذ المزيد من الأرواح ونجنب المعاناة هل سيتم هذا خلال سنة الحالية؟ في الحقيقة لا أعتقد ذلك لن نتوصل إلى نهاية المفاوضات هذا العام لكن آمل أن ننهي النزاع في أقرب وقت ممكن تقولون أنكم في مرحلة حاسمة من المفاوضات ما هي تحديات التي تتوجهونها؟ القضايا الأكثر تعقيدا والأصعب تخص النقاط التي تتعلق بالضعايا وما يعرف بالعدالة خلال المرحلة الانتقالية وكيف يجب أن تطبق هذه العدالة لتحقيق السلام؟ إنه جوهر المشكلة في أي نزاع مسلحة السيد الرئيس هل يمكنكم مخبرون بنيات أطا الطرق لقضايا أخرى خلال هذه الزيارة إلى أوروبا؟ وما هي المشاريع الأولوية والتي تحتاج إلى تمويل؟ السلام في كولومبيا ليس في صالح الكولومبيين فقط وإنما سيعود بالنفع على المنطقة والعالم هناك بند خاص على جدول الأعمال متعلق بمكافحة وتهريب المخدرات اتفقنا على أن العصابات ستعمل مع الحكومة الكولومبية لاستبدال زراعة الكوكاين بالزراعات المشروعة وإنهاء تهريب المخدرات كولومبيا تعد أكبر مصدر للكوكاين في العالم نحو أوروبا أيضا والأسواق العالمية تخيلوا ماذا يعني هذا المقاتلون الذين كانوا يزرعون ويصدرون كوكاين سيقومون بمساعدة الحكومة لإنهاء هذا هناك أيضا أثر إيجابي للغاية على جهود مكافحة تغيير المناخ وإزالة الغابات كولومبيا تعد أغنى البلدان في العالم من حيث التنوع البيولوجي هذا الصندوق سيساهم أيضا في مقاومة الفورق الاجتماعية؟ بالطبع إنها السياسة التي نقوم باعتمادها خلال السنوات الأربعة الماضية كانت كولومبيا البلد الذي يحتوي على أقل نسبة فقر بين الدول أمريكا اللاتينية لا يزال أمامنا الكثير الأهداف الأساسية هي رؤية لكولومبيا في المستقبل كبلد يعيش في سالة وعدل مع تحسين التعليم قضية تهريب المخدرات وحسب الأمم المتحدة كولومبيا خفضت انتاج الكوكاين بنسبة 13% كما تم الحفاظ على زراعتها بل إضافة إلى الدعم المتوقع من قبل القوات المسلحة الثورية الكولومبية نهية الدابير التي تخذتها الحكومة لمكافحة هذه الزراعة غير المشروعة وتهريب المخدرات كانت لدينا بعض النجاحات لأن هذه العصابات الكبيرة التي كانت موجودة من قبل وأثرت على الديمقراطية الكولومبية لم تعد موجودة كل بارونات المخدرات في السجن أو توفي ولكن هذه التجارة لا تزال قائمة في أوروبا والولايات المتحدة أو السوق الدولية بسبب ارتفاع الطلب على الكوكاين وما دام الأمر كذلك فالعرض سيستمر منظمة الفارك اعتذرت الضحايا هل بإمكان عناصر القوات المسلحة ثورية الكولومبية الوصول إلى البرلمان والمشاركة في الحياة السياسية هناك الكثير من الانتقادات حول هذا الموضوع هذا ما نتحدث عنه بالضبط عندما نريد السلام التخلي عن الأسلحة والعنف واللجوء إلى الممارسة السياسية في إطار الوسائل الديمقراطية الأمر يتعلق بهذا في إطار مصار السلام بجلسهم في البرلمان أم لا هذه مسألة ستأخذ بعين الاعتبار في بنود الاتفاق والهدف هو أن يستمروا في النضال السياسي ولكن بدون عنف وأسلحة أحد نقاط الحساس في مفاورات السلام قضية نظر أسلحة ما قولكم حول هذا؟ البعض يتحدث عن التخاري عن الأسلحة ولكن بدون تسليمها لسلطات إنه جزء من المفاوضات ومن الواضح تماما أنه لا يوجد أدنى احتمال أن يستمر المقاتلون المسلحون في خوض غمار السياسة بالأسلحة إنهم من بين الخطوط الحمراء التي لا يمكن قبولها وهم يعرفون ذلك هل ستسلم العصابات أسلحتها للحكومة؟ في الوقت الراهن ليس للحكومة وهذا ليس مهم قد تكون هناك جهة ثالثة المهم أننا لا نقبل بممارسة سياسية عن طريق الأسلحة هذا غير ممكن ولا ينبغي أن يحدث ما هو تأثير اتفاق سلامي هذا على الاقتصاد الكولومبي؟ فوائد اقتصادية واجتماعية عالية جدا نقدر نمو الاقتصاد بمعدل إضافي بـ 2% كولومبيا دولة سارعة نمو بين دول أمريكا اللاتينية خلال النصف الأول من هذا العام وصل معدل النمو إلى 5% وإذا نجحنا في إحلال السلام يمكننا أن نصل إلى نسبة 7.2% إلى جانب التنمية التي ستعرفها المناطق الرفية في البلاد وتحسين الخدمة الاجتماعية فعلى سبيل المثال رحايا النزوح بسبب صراعة المسلحة وصل إلى 6 ملايين أو أكثر ومن الصعب جدا أتكفل بهم وتوفير الخدمات لهم في حالة عدم عودتهم إلى قراء وأين وصلت المفاوضات مع مقادلي جيش التحرير الوطني؟ هناك مفاوضات سرية للتأكد من مصداقية المشروع تماما كما فعلنا مع القوات المسلحة الثورية الفارق يجب تحديد نقاط أجندة ننطلق منها من أجل توصل إلى اتفاق وإنهاء الصراع هل تعتقدون أن يتم توصل الاتفاق سلام موحد ومشترك مع ذلك الخاص بالفارق؟ نعم هذا ممكن وأطمح إلى ذلك أنت أطفاق هي تحديد نقاط أعمال سيدريسي A usted, muchas gracias.